ترحيب أممي وتشكيك حكومي في إعلان ميليشيا الحوثينيتها لانسحاب من موانئ الحديدة والإصلاف ورأس عيسى من جانب واحد الأمم المتحدة من جانبها رحبت بالإعلان الحوثي الذي من شأنه أن يسمح بإرساء دور أممي في دعم مؤسسة موانئ البحر الأحمر في إدارة الموانئ وأن يحسن من عمليات تفتيش المنظمة الدولية للشحنات القادمة إلى اليمن بحسب بيان للجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للمنظمة الأممية غير أن اللجنة شددت في بيانها على أهمية ما يتبع هذه الخطوة إن هي تحققت من إجراءات دائمة تكون ملزمة وتتسم بالشفافية من جانب الطرفين للوفاء الكامل بما عليهما من التزامات وفق ما اتفق عليه في السويد بشأن الحديدة وبالطبع لم يفوت الحوثيون الفرصة للمزايدة على الطرف الآخر حيث صرح أحد قياديهم بأن الانسحاب الأحادية من موانئ الحديدة يأتي نتيجة لرفض التحالف العربي تنفيذ اتفاق ستوكهولم في المقابل فإن الفريق الحكومي المشارك في لجنة التنسيق المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة أكد استعداد القوات الحكومية لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية إعادة الانتشار حسب ما تم الاتفاق عليه مشيرا إلى إبلاغ جنرال مايكل لوريسغارد رئيس لجنة إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة بأكثر من رسالة بذلك في الوقت نفسه يؤكد الفريق الحكومي اليمني أن أي عملية أحادية لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليمنية دون أن تتيح مبدأ الرقابة والتحقق المشترك من تنفيذ بنود اتفاق سويد تعد تحايلا على تنفيذ الاتفاق ومسرحية هزلية تلحق بسابقاتها من محاولات التحايل الحوثية الأمر إذن مرهون بتطورات الأوضاع على الأرض في اليمن وهل سيلتزم الحوثيون بتنفيذ إعلانهم أم أنها ستكون مناورة حوثية جديدة ربما برعاية أممية ر alguns لاتأوضاع موسيقى